السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبهين الكرام كانت من نام الله كل شي يكون مزيان وكانت من نام الله كل شي يكون في صحة جهيدة اليوم السبت لبارح الجمعة غدى لحد كل شي يسول على فين وصلات الأمور الهدم وفين وصلات الأمور الاستفادة وشنو داروا مع ذوك الناس اللي باقي مريبوش اللي خصوم يمشوا الميموزة وفين وصلات المشاكل اللي كانت في قلب دور الصافحة ديالجمارة في هذا الفيديو دا غنقول لكم اشتركوا معنا في القناة الشاركات ديالكم كتحفزنا وكتخلنا نزيدو نعطيو كتر ونديرو مجهود كتر من ميموزة للباس هاتين للدوار أهل الحارة للبناصر للضمطع الغربية لسيد محمد الشريف بالإضافة النقل أخبار أخرى كما كتعرفوا جميع بالنسبة لعملية الهدم متوقفة كنقولوا متوقفة يعني ما كي ناشى عملية الهدم يعني الخميس ما كانتش عملية الهدم والجمعة ما كانتش عملية الهدم والسبت والحد ما كتكونش واحتمال أنها ترخب ديرال ديالتها بداية الأسبوع أنها ما تكونش عملية الهدم وربما ترجع عملية الهدم بحكم أنه العدد اللي بقى تقريبا أقل من خمسين أو ما يعادل خمسين مستفيد اللي باقي خلصو يمشي الميموزة وباقي ما سوش الوضعية القانونية والمالية فانتظر انه يقدوا امره ان شاء الله غادي تحولوا نيشا من تمارا للصخيرات وبالنسبة للناس اللي غايدخلوا في عملية الهدم واش غادي يخليهم تل عطلة عاد غادي يريبوا على حساب المدراسة او لا عملية الهدم غادي مشي بتدريج كما مشات على الناس ديال الميموزة غادي مشي للناس ديال اللباساتين كانت منهم الله الاخذ بعيد الاعتبار مجموعة من الامور ربما كي اللي ما عندوش الوليدات كي يقراو وكي اللي عندو الوليدات كي يقراو كي اللي عندو فين يقدر يخلي وليداتو يكون معاهم رأيتها ما تكمل الدورة وكي اللي ما عندوش كيفاش يدير كانت منهم الله انه تكون واحد المراعات المجموعة من الامور لانه في انتظار انه توجد الامور يعني الإدارية بحكم أن الشقاق راهم واجدين واللي كين دابع هو كانت سناه طريق تصاوب الجار دينا جاركم تشوف الفيديو البارح الأمور الحمد لله را غادم زيان يعني اللي يبقى هو الوتائق القانونية يتقدون إن شاء الله يوجدون وغاد يبدون نشوفوا التسليم عما قارب إن شاء الله واش كيف مقلنا أول نهار هو شهر ثلاثة أولا غيت أجل على حساب المدرسات شي اللي غنعرفه في مستقبل الأيام ما تنسوش للبارتاج والاشتراك والسلام عليكم